خليني أسأل حضرتك إزاي اللي حصل ده ممكن ينعكس على حجم الإنتاج السمكي والجدوة الاقتصادية وهل بالفعل بدأنا نشوف نسب تحسن؟ زي ما ذكرت لحضرتك الإنتاج ارتفع 2016 من 42 ألف طن ل2019 80 ألف طن يعني بزيادة 100% أعتقد أنها زيادة كبيرة جدا ما حصلتش يمكن في أي مسطحات مائية أن في خلال ثلاث سنوات نتيجة هذا الجهد الكبير اللي قامت به الدولة أن الإنتاج يضاعف من 42 ألف طن لـ 80 ألف طن وعايز أقول لحضرتك أن في 2020 الإنتاج أكتر بكتير المتوقف خلال السنوات القادمة أن يكون الإنتاج الأكبر زي موضحك أن إحنا كمان بنفكر في إضافة قيمة مضافة للمنتج أن إحنا نعمل برصات للأسماك أن إحنا نعمل تصنيع بسيط للأسماك أن إحنا نعمل مراسي عشان المراكب تتجمع فيها فيه فرص طيب دلوقتي من الواضح كثيرة يعني ممكن حضرتك تستعينه أو يكون في طلب لمستثمرين لمصانع حول هذه البحيرات زي مولت لقيمة مضافة يعني كنت حابة نفهم من حضرتك إيه اللي ممكن يحصل إلى جانب ثروة السماكية اللي ممكن أوجه الاستغلال الأمثل لو أقدر أقول البحير التطور الطبيعي اللي تم في بحيرة المنزلة زي محارك ذكرنا بيستدبعوا تطور تاني بنفكر إحنا زي محارك الدولة بتفكر في أن يستغل سواحل البحيرة في مزارات سياحية بنفكر في أن إحنا نعمل مشروعات صغيرة للصيادين عشان نعديهم قيمة مضافة فكرة أن الصياد بيستضل الأسماك وبيدور على مكان لتسويقها أو أن هو بيبيعها كبيع فردي الموضوع ده بيخلي القيمة التسويقية للمنتج قليلة شوية لكن لما حضرتك بتعملي حلقات بتعملي برصات للأسماك بتعملي مصانع بسيطة بتدي قيمة مضافة للمنتج ده بيوفر فرص عمل كتير جدا الصياد بيستضاد أسرته بتشارك في عمليات التصنيع في الموجود في الحلقات كل ده توفير فرص عمل توفير قيمة كبيرة جدا للمنتج الصياد اللي بيبيع إنتاجه يوم بيوم لأ عنده الفرصة أنه هو يبيع إنتاجه في حلقات للأسماك يبيع إنتاجه لمصانع تدي قيمة مضافة كل ده تطوير كبير جدا فرص عمل كتير جدا تم إيطاحتها خلال الفترة اللي فاتت وخلال السنة 2021 و2022 إن شاء الله هتزيد فرص العمل بعد اكتمال التطوير الكامل للبحير حين خلال المتابعة برضو والقراءة في هذا الموضوع بشمهندس احنا كنا قرينا عن مخطط الاستخراج المعادن اللي في بطن البحيرة واستخلاصها والاستفادة منها هل في خطط بعينها لهذا الأمر ولا لسه دي استراتيجية في المرحلة القادمة يعني لا يا فندم التكريك اللي بيتم في البحيرة زي ما ذكرنا 68 مليون متر مكعب 140 ألف متر مكعب من الرمال الشركة الوطنية للرمال السوداء استخلاصت 1400 طن من المعادن الاقتصادية دي برضو اضافة للدولة او انه بيتم استغلال كل المسطح المائي سواء الرمال اللي بيتم استخراجها من عمليات التكريك ما بتترميش لا زي نقول حياتي الشركة الوطنية للرمال السوداء استخلاصت 1400 طن من المعادن الاقتصادية اللي تم استخراجها من بطن البحيرة خليني أسأل حضرتك كان المشروع القومي لتطوير بحيرات مصر كان فيه او التكلفة اللي رصدت 100 مليار جنيه مصري ازاي او احنا هل فيه فكرة او صورة للوصلنا له من وراء هذا المشروع بنسب معينة او بشكل عام على البحيرات وازاي ممكن ينعكس ايجابا على بحيرات مصر السيادة الرئيس اهتمامه بالبحيرات الدولة لم تكن تستطيع خلال السنوات الماضية عمليات التطهير كانت بتتم بصور فردية وعلى مراحل بسيطة جدا لكن الاهتمام القيادة السياسية بمسألة التطوير ده اللي خلى الاعتمادات المالية متوفرة الامكانيات متوفرة حضرتك الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ويعني بنوجه لها الشكر لان المجهود الكبير اللي تم في هذه البحيرة لم يكن يستطيع احد القيام به الا هيئة زي الهيئة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة هي قناة السويس وزارة الدفاع الحياة مجهود كبير جدا الاموال اللي تم رصدها للبحيرات لم تفكر الدول اقتوال 30 سنة انها توفر اي جزء لتطوير البحيرات لكن اهتمام سيادة الرئيس بهذه البحيرات زلل كل العقبات ووفر كل الامكانيات زي مولت حضرتك الامر لا يتم تباعا ولكن بيتم بالتوازي بحيرة المنزلة اخذت نصيب اكبر من التطوير لكن حاليا بيتم تطوير بحيرة مريوتو بيتم تطوير بحيرة اتكو والمردود الموجود حاليا لو حضرتك سألت الصيادين انا عشان مدير المصايد يعني متواصل معهم يوميا حجم الانجاز اللي تم في بحيرة المنزلة وبحيرة مريوتو وبحيرة اتكو لم يتم طوال 30 سنة المردود كبير جدا بالنسبة للصيادين الرغبة بقت شديدة جدا في تطوير العمل بدل الهجرة اللي تمت للبحيرات خلال السنوات الماضية الناس دلوقتي بقت ترجع لبحيرة المنزلة مرة تانية وتشتغل مرة تانية وان شاء الله القادم هيكون افضل بكتير تكمن